اشتركوا في القناة لموسى عليه السلام أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه من الشجرة المباركة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل يا موسى أقبل ولا تخف نعم أول آية رآها موسى عليه السلام ماذا هي أنه لما ألقى عصاف إذاه ثعبان عظيم فتأثر وخاف وهرب فناداه الله جل وعلا يا موسى أقبل ولا تخف وفي سورة النمل ولا تخف ويعيد الله جل وعلا بالرسالة يهيئه لله هذه الآية فيها دلالة تهيئ من أول الأمر أيضا حتى بعد أن ألحي إليه لتحمل الشدائد والمفاجآت رأى هذه الآية ثعبان كأنه ثعبان والصبيل أن يهرب وهنا وقفه بين الخوف والحذر لأنه تكرر موضوع الخوف في قصة موسى ففررت منكم لما خفتكم وهنا أيضا ولا مدبرا ولم يعقب ما هو الفرق بين الخوف والحذر الحذر جاء في القرآن بصيقة الأمر خذوا حذركم وليحذروا فاحذروهم تجدها بصيقة الأمر بينما الخوف على قسمين هو يأتي بصيقة النهي لكن منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم الخوف الطبيعي كالخوف من عدو ففررت منكم لما خفتكم أو لما خاف من هذه الحية يحتبوى العصى حية واختار هذا خوف الطبيع أو الطبعي على اللغة الصحية لا يلام فيه الإنسان وهناك خوف محرم لا يجوز من وقع فيه فهو نقص في إيمانه ما هو هذا الخوف فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوهم وخشوني هو الخوف القلبي من غير الله جل وعلا لا يكون الخوف القلبي إلا من الله جل وعلا من الله جل وعلا هذا أن تعمل من أسد من أسد كما فر موسى عليه السلام وخرج من مدين وخرج من مصر أول الأمر هذا خوف طبيعي لا يلام فيه الإنسان لا يتصور البعض أن الشجاع أنه لا يخاف لا ولذلك فيه رواية في السيرة أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر وقف عند الكعبة أو في ملأ قريش وقال لهم إني مهاجر غدا فمن يريد أن تسكله أمه أو يفقد أبا أو غير ذلك فموعدوا كذا هذه رواية ضعيفة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد أشجع الخلق أشجع الناس صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أشجع الناس خرج متخفيا يريد المدينة من جهة الشمال بالنسبة لمكة يذهب إلى الجنوب لغاري ثورة ثلاثة أيام ويأخذ معه أبو بكر وعبد الله بن أريقت الذي يدل طريق خفي لا أعرف أحد هذا هو الشجاعة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمنك نفسه عند الغذب فإذا هذا معنى عظيم يغفل عنه البعض الذي يريد واجه الناس ولم يستعد هذا تهور ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما مواجهة العدو بالاستعداد حتى لو قتل الإنسان ليس التهلكة كما في قصة أبي أيوب وبيانه لهذه الآية أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه هذه معاني تغيب عن بالنا أحيانا في فهمها فالشاهد أن موسى أعده الله لذلك ولما رأى هذه الحية وطمأنه الله ثم قال رجل وعلا آية أخرى أسلك يدك في جيبك وفي سورة الله أضمم يدك إلى جيبك آية أخرى بيضاء تتلألأ لا نورا هذه الآيات وجاءت آيات فيما بعد كما سنمر عليها بإذن الله لها دلالة لأن كل قوم وكل نبي يبعث إلى قوم معه آيات معه آية تختلف على حسب القوم والمجتمع وما كانوا يعيشون كان السحر منتشرا في قومي فرعون كما تعرفون في بعض البلاد الآن ينتشر السحر أكثر من غيره فجاءهم بآيات حقيقية وليس السحر تعلوا على السحر كان في قريش الفصاحة في العرم الفصاحة والبلاغة فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله ولو بسورة فكل قوم له آية التي تناسبه فموسى بدأ بهتين الآيتين لأنهم يتعاملون مع السحر والسحر مقربون عند فرعون أإن لنا لا أجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين فجاءت بآيات مكافئة بل أعظم يكون فيها التحدي ولم تكن الفصاحة هي المرادة ولكن موسى عليه السلام في لسانه شيء وإن كان طلب أن يكون أخوه هارون عليه السلام معه لكن كانت هذه الآيات بداية ولذلك نأخذ منها أن من أراد أن يذهب أن يدعو إلى بلد أن يعرف عادات البلد ما عليه الناس حتى كيف يتعامل معها كيف ما فيها من باطل يذيله محمد العدل أهاب رحمه الله هذا الإمام العظيم لما ألف رسالته مسائل الجاهلية 130 مسألة تقريبا أراد أن يقول هذه المسائل موجودة الآن كانت في وقته لم يرد أن يقدم بحثا أكاديميا ولذلك هناك من يقول لا مسائل الجاهلية أكثر تبلغ 200 أو أكثر لا هو لا يقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث هو يقول مسائل الجاهلية الموجودة في ذلك الوقت ولا بد من القضاء عليها وفعلا سار في القضاء عليها ولذلك أحد الطلاب قدم رسالة في مسائل الجاهلية وأثبت أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد عبدالله كانت موجودة في زمنه عاد في بلده ولا بلاده الأخرى فإذن هكذا يجب أن يكون المسلح أن يعرف ما عليه القوم ما عليه الناس كان الناس إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يعرف عاداته كما في قصة توفد عبد قيس وهم جاءوا من الأحسى من البحرين كانت تسمى البحرين وهي الأحسى التي فيما بعد هي متجواثة يتحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في معهم عائش في الأحسى لن يكن أقرب للقلوب وأدعى وأيضا تكون معالجة المشكلات ما يأتي إنسان مثل في بلد ثم يذهب إلى بلد آخر ويتحدث عن مشكلات بلده هو في البلد الآخر قد لا يكون هناك علاقة ولا مقارنة إنما تأتي وتعالج المشكلات الموجودة في هذا البلد يحتاج منك إلى معرفة ويحتاج منك إلى خبرة وإلى كيف تتعامل معها فموسى عليه السلام قبل أن يصل إلى ذرعون جاء بهاتين الآياتين العصى وما فيه من عجب المرافق لموسى إلى آخر مراحل حياته وإخراج اليد بيضاء وهذا لماذا؟ لأن هناك معجزة وهناك كرامة وهناك سحر وشعوثة المعجزة لا تكون إلا للنبي المعجزة لا تكون إلا للنبي الكرامة تكون على يد الصالحين ومن عره بالصلاح حتى لا تختلط بشعوثة السحرة والكهنة وغيرها فإذا جاء إنسان معروف بالفساد وجاء بشيء أن يعتبروا كرامة نقول هذه ليست كرامة لأن الكرامات لا يجريها الله جل وعلا إلا على يد الأخيار الصالحين وكم من كرامات أجريت نجد كرامات عند المجاهدين نجد كرامات عند الدعاة وغيرهم لكن أنبه هناك من كذب وغالى في بعض كرامات المجاهدين لا نشك في صدق ووقوع كرامات المجاهدين لكن باعتدام هناك ينسب للمجاهدين كرامات أحيانا يقول إن باب تشجيع الجهاد وهي كذب وهي مصطنعة يجب أن ننتبه لهذا المعنى وأن هذا خطأ يجب أن تذكر الحقيقة إذا وقعت كرامة لمجاهد أو لداعية أو لرجل على رجل صالح نقول هذه كرامة من الله جل وعلا ليست معجزة المعجزة انتهت من تها النبوة أما الشعوثة وما يفعل الآن في وسائل الإعلام من السحرة وأشباههم التي مع كل أسف نترك أبنائنا أو بعض أبنائنا يشاهدونها في من بلي بهذه القنوات وغيرها هذا له أثر على عقيدتهم ومبدأهم هذا معنى مهم جدا أيها الأحبة ولذلك هنا كانت هذه البداية وهو ينتقل ويهيأ من أجل الذهاب إلى فرعو انظروا كيف التهيأ تهيأ أولى حتى يبعث وتهيأ أخرى أيضا بعد أن بعث وأرسل عليه السلام سنواصل معها في الحلقة القادمة بإذن الله لأثرها ودلالتها ووجوب استعداد العالم والداعية لمثل ذلك إذن هما مرحلتان أو مراحل أخذنا بعضها ونأخذ بعضها بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة